من ضمن الأعمال اللي أنت يعني في مجال الفن التجربة إلاك يمكن كتير من الناس ما حدش بيعرفها الدبلاج اشتغلت مع ديزني لند العالمية ومعدتش يعني لم تتواصل ما كملتش يعني توقفت بدي تحكي لعن أهمية هذه التجربة خاصة وأنك أنت كممثل بالصوت أنت محتاج توصل كل اللي ممكن توصله أنت أمام الكاميرا أنت محتاج طاقة محتاج جهد خارق لتوصل الفكرة بصوتك للمتلقي والله تجربة كانت تجربة ديزني دي دبلاج كانت أنا بعمل كل سلسلة علاء الدين اللي بصوت المصري ده صوتي أنا كلها يعني حتى الشامير الصغير اللي نشأوا على الصوت لو أنت قلت ليهم هيعرفوه آه طبعا كل السلسلة دي بصوتي وكان معايا في البداية كنت أتشرف مع النجمة الكبيرة مونزكي كان بتعمل ياسمينة ودي طبعا في كلنا يعني أنا في فترة الثالثة معهد وبعدين استمرت بعد تخرجي ممكن سنة وكان الأستاذ أصاب السيد هو مخرج الشريط المسمع والدبلاج كانت تجربة جميلة جدا وراع جدا الصعوبة اللي حريكا بتقولها أنك أنت آخر واحد اللي بيدبلج هو آخر واحد بينقل المشاعر يعني الممثل عنده مرحلة سهلة جدا نقول الكلام ويتصور لكن أنا علي أن أنا أثبت كلامي وأحاسيسي على الصورة اللي قدامي والمبسل وإنفعلات ما أنا بقول لحضرتك حاسيس يعني أن أنا إزاي أنقل دي من أصعب المراحل فقاعة في قوضة مغلقة بتشوف صورة عليك أن تحس إحساس الصعوبة بقى لما تبقى أنت ممثل شاطر إزاي دا لو يعني مش بقى يعني ما صوتش أنا يعني أصوت الممثل شاطر عموما أنه إزاي يقول الجملة دي بإحساس بتاع قطع الجملة ولكن بإحساسه هو بإحساسه هو من أكتر الحاجات الصعبة اللي ممكن تتخلق تجربة مهمة تجربة مهمة أشتاها وساهمت في خبرتي بشكل كبير جدا جدا ترجمة نانسي قنقر